كيف تبدو إسرائيل من الداخل بعد أكثر من ثمانية أشهر من عمر الحرب في قطاع غزة يوم أمس خرج دانيال هجاري المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي ليفجر قنبلة من العيار الثقيل ويترك نتنياهو حائراً بلا رد قال إن تدمير حماس كذر للرمادي في العيون إن حماس متجذرة في قلوب سكان غزة ولا يمكن القضاء عليها كما لا يمكن إعادة جميع الأسرة بالوسائل العسكرية هكذا قال كان الرد الأول على هذه التصريحات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إذ قال هنا إن الكابينت حدد تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومة وجيش الدفاع ملتزم كما كتب بذلك بطبيعة الحال أما وزير الاتصالات فقال إن تصريحات هاكاري ليست إلا إشارة إلى الروح القيادية المتراخية والضعيفة لرئيس الأركان ووزير الدفاع وإن كان غير قادرين على الانتصار فليذهب ولا يكون سبب خسارتنا المتحدث باسم جيش الاحتلال مكتب نتنياهو وزير الاتصالات ردود فعل متداخلة وسجالات تتم أو تنم عن خلاف بين الجماعة هل انتهت ردود الفعل حول تصريح هاكاري؟ لا فهذا هو آفخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية يقول هنا جيش الدفاع ملتزم بتحقيق أهداف الحرب هاكاري تحدث عن تدمير حماس كإدولوجيا وفكرة وكل الدعاء آخر هو إخراج للتصريحات عن سياقها أما الصحفي إيدي كوهين فكتب على حسابه العبري يقول اليوم قرر هاكاري إطلاق النار على قدمه ما شعور أهالي الجنود الذين ضحوا بأنفسهم نحن نقول للعرب إننا خسرنا أمام حماس أما بالنسبة للشارع الإسرائيلي فكانت ردة فعله صادمة إذ جرت مواجهة بين عائلات الأسرة والشرطة داخل مبنى الكنيست وعمت التظاهرات شوارع تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل مع حماس وكذلك بإسقاط حكومة نتنيا هو إجراء انتخابات مبكرة وهذا مقطع مصور لقطع إهالي الأسرة طريق أيالون ووقفة نسائية صباح اليوم والساعات القادمة مليئة بالتكهنات لما قد تفرزه تصريحات هاكاري والانقسام الذي بات واضحا بين الجيش وحكومة نتنيا هذه كانت تفاعلات الشارع الإسرائيلي بعد تصريحات هاكاري فكيف كان تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟ نبدأ من عندما كتبه هنا أفخاي ماتيا يقول كان من الممكن أن يطرد دانيا الهاكاري هذا المساء إذا كان يتدخل هو ورئيس الأركان في السياسة فإنما كانهما ليس في الجيش القيادة العليا تتمرد على الحكومة من وجهة نظره إيكي إيلنر لا تخافوا من ردود أفعال أصحاب المصالح الضيقة الذين يرفضون النظر في وجه أكبر فساد اجتماعي في تاريخ شعب إسرائيل كل هدفهم هو الحفاظ على رغد الحكومة شوكين مشكلة هاكاري أنه يصدق كل هذا الهراء الذي زرعه اليسار الزكي في عقله يجب عليه العودة إلى بيته أما الجندي في وحدة المظليين ديفيد الباز فقال المتحدث باسم الجيش يقول إن حماس فكرة والفكرة هي تدمير إسرائيل لذلك يجب إزالة الفكرة أيضا القضاء على الفكرة أمر بسيط هو القضاء على كل من ينوي تحقيقها هكذا يقول